كشف معهد باستر أن المتغير دلتا أصبح يمثل 71% من الفيروسات المنتشرة بالجزائر وضح بيان لمعهد باستر الأحد أنه ابتداء من الأسبوع الأول من شهر جوليا تم تسجيل تسارع في نشاط المتغير دلتا مضيفا أنه بتاريخ الخمس عشر جوليا حل المتغير دلتا محل جميع المتغيرات الأخرى المنتشرة حتى الآن حيث أصبح يمثل 71% من الفيروسات المنتشرة وتوقعها المعهد أن تبلغ نسبة المتغير دلتا أكثر من 90% خلال الأسبوع المقبلة